عندما تسقط المعسكرات تصبح مواقع مثالية لالتقاط الصور التذكارية حتى ولو على الأنقاض هنا كان مقر ما يعرف بلواء مشات الحرس الجمهوري تابع لنجل الرئيس المخلوع والذي لم يتبقى منه سوى هذه المشاهد تحكي نهاية محزنة لفصيل في الجيش تخلى عن مهمته الوطنية لصالح الجماعة الانقلابية لينخرط مع جماعة الحوثي مسخرا كل إمكانياته لمشروعها واستولينا على الكتاب الثلاث المشاه وكتيبة الدبابات واستولينا على كتيبة المدفعية واستولينا على كتيبة الدفاع القوي اللي أهم كتيبة على عمود السعراء المدية إلى الفرع منطقة كتاب على تخوم محافظة صعدة كل شيء تحول إلى ركام بفعل حرب الميليشية وقصف الطيران وصار أحد هذه المعسكرات أنقاضا هنا بقايا نوبة حراسة وهناك آليات وعربات معطلة باتت أشبه بمعالم أثرية للمكان يؤكد مقاتل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أن الأيام المقبلة ستشهد انتصارات جديدة معتمدين بهذه التصريحات على ما حققوه في الأيام الماضية من تقدم إذ يواصلون قطع المسافات في الأودية وتسلق الجبال في سباق مع الزمن لتخلص محافظة صعدة من قبضة الميليشية الإنقلابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر